بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم وننتقل إلى الوحدة السادسة تقييم وتشخيص صعوبات الذاكرة نتناول الدرس الأول بعنوان طرق قياس وتشخيص الذاكرة لو تناولنا أولا خصائص الأطفال ذوي صعوبات الذاكرة عدم قدرة الأطفال على تذكر ما تمت مشاهدته بصريا طبعا ذلك ينبع من ضعف ذاكرتهم البصرية التي تؤدي بهم إلى عدم القدرة على استدعاء أو إعادة إنتاج الحروف والكلمات من الذاكرة صعوبة في تذكر الحقائق الرياضية والمعلومات الجديدة صعوبة في تذكر خطوات الحل صعوبة في تذكر السؤال ريث ما يعطي الإجابة عنه أيضا ضعف الاسترجاع الصوتي للمخزون الدلالي للكلمات وتعني المقدرة على استرجاع الشيفرة الصوتية من الذاكرة وهناك عدد من الخصائص الأخرى مثل عجز في القدرة على تركيز الانتباه ضعف في الذاكرة الصوتية التي نعني بها تخزين المعلومات وتمثيلها في نظام الذاكرة على شكل صوتي لفترة قصيرة أيضا اضطرابات التفكير وضعف الذاكرة والاستقبال وعدم القدرة على الانتباه وعدم اكتمال النمو اللغوي وأيضا قصور في استدعاء البنود شائعة الاستخدام والبنود غير الشائعة عند مقارنتهم بالعاديين وذلك لعدم قدرتهم على استخدام استراتيجية الذاكرة في المواقف التي تحتاجها أيضا لو نتكلم عن طرق قياس وتشخيص صعوبات الذاكرة ونتناول اختبار تذكر الأرقام بطريقة عكسية طبعا هدف الاختبار يهدف هذا الاختبار إلى إيجاد عدد الأرقام التي تذكرها الطالب بطريقة عكسية بصورة صحيحة ويتم هذا الاختبار بالتعرف على كيفية معالجة الطالب للأرقام من خلال الذاكرة قصيرة المدى مكونات الاختبار يتكون الاختبار من عشر مجموعات من الأرقام العشوائية والتي تتدرج من السهولة إلى الصعوبة فيبدأ الاختبار بمنزلتين وينتهي بست منازل فالمطلوب من الطفل أن يسمع كل مجموعة وحدها ثم يقوم بتذكر الأرقام نفسها ولكن بطريقة عكسية مثال ذلك يُعطى للطالب بطاقة فيها رقمان وينظر لهم الطفل ويقرأها بطريقة عكسية طبعا تصحيحه تُعطى درجة واحدة لكل إجابة صحيحة من أصل عشرة أرقام زمن الاختبار هو 45 دقيقة ولو تناولنا أيضا اختبار سعة الذاكرة السمعية اللي هو سلاسل الكلمات طبعا الذاكرة السمعية هي قدرة معرفية متعددة الأبعاد تبدأ وظيفتها منذ الولادة وتستمر في الفرد العادي طوال عمره وهي ذات طبيعة تطورية تأخذ بالتمايز مع التقدم في العمر ويكون هذا التمايز أكثر وضوحا في مرحلة الطفولة ثم إنها متعددة الأبعاد من حيث أنها تعتمد على مجموعة من العمليات المتداخلة في مجالات الانتباه والاستماع والتمييز السمعي وتخزين المعلومات واستدعائها عند الاستجابة للمثيرات الصوتية طبعا هذا الاختبار يقيس قدرة الطفل على تذكر كلمات يتألف كل منها من مقطع صوت واحد مرتبة في سلاسل متدرجة في الطول يتألف الاختبار من خمسة عشر سلسلة من الكلمات تتراوح بين كلمتين وست كلمات في السلسلة الواحدة وقد نظمت في خمسة مستويات يحتوي كل منها على ثلاث سلاسل تبدأ بالمستوى الأول الذي يتألف من ثلاث سلاسل تتكون كل سلسلة من كلمتين وتنتهي بالمستوى الخامس الذي يتألف من ثلاث سلاسل تتكون كل سلسلة من ست كلمات وقد تم اختيار الكلمات في السلاسل بحيث يتألف كل منها من مقطع صوتي واحد وكلها أسماء شائعة في لغة الأطفال ويطبق اختبار على الطفل بشكل فردي